اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على اهمية الدفع قدما بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية استونيا الصديقة نحو افاق ارحب من التنسيق والعمل المشترك على كافة الصعود بما يحقق التطلعات والاهداف المرجوة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي السيد مارغوز ساكنا وزير خارجية جمهورية استونيا الصديقة وذلك في اطار المنتدى العشرين للامن الاقليمي حوار المنامة الفين واربعة وعشرين حيث لفت سموه الى الحرص المشترك على تنمية كافة اوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في شتى المجالات والدفع بمستويات العمل نحو مسارات اكثر تقدما بما يحقق الاهداف المشتركة والتطلعات المنشودة وجرى خلال لقاء استعراض سبل تطوير العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية استونيا الصديقة ومنقشت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية